اهلا وسهلا بكم في الجزء الثاني من المحاضرة الثالثة من مقررة تقنيات تصوير الطبي المحاضرة الثالثة عن موضوع التصوير برانين مغناطيسي ده المحتوى المحاضرة الثالثة احنا بدأنا مرة اللي فاتت في الجزء الاول وكلمنا عن فكرة العمل النهاردة نمتلك نتكلم على انواع التصوير برانين مغناطيسي وتطبيقاتها في الحقيقة التصوير الراني المغناطيسي من أكتر أنواع التصوير الطبي استعمالا وتنوعا فيه تطبيقات نقدر به نعمل تصوير تشريحي ونقدر نعمل تصوير الأواع الدموية ونعمل تصوير التركيب الكيميائي وده الحقيقة بالنسبة للراني المغناطيسي يعتبر هو الوحيد الذي يقدر يعمل تصوير التركيب الكيميائي نقدر نعمل تصوير وظيفي تصوير الانتشار اللي هو بيساعدنا بعد كده عشان نعمل يعني استنباط للارتباط العضوي ونقدر نعمل به تصوير مساعد للجراحة في التصوير التشريحي نقدر نرسم خريطة ثنائية او ثلاثية الابعاد لتركيز الهيدروجين في الجسم فبنقدر يطلع لها الصور بالشكل احنا شايفينه هنا كده يعني قريبة جدا 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 من الشكل التشريحي الحقيقي بتاع الجسم ودي بتدينا الصورة الحقيقة للانسجة الرخوة اللي موجودة داخل الجسم بمنتهى الدقة ويعتبر حقيقة تصوير الرانيين المناطسيسي من احسن انواع تصوير طبي في استعمالات تصوير الانسجة الرخوة وطبعا احنا بالنسبة لنا بنقدر نحنا نصور صور ثلاثية الابعاد بنحنا ناخد مجموعة من الشرائح في داخل الجسم ونقدر نحطها بعد كده بأي شكل نحنا نفضله وممكن نحنا نعمل لها يعني عرض في شكل يعني نموذج ثلاثي الابعاد بحيث انه ممكن الطبيب يستفيد منه في اغراض التشخيص الحقيقة التصوير التشريحي في التصوير الرانيين المناطسي فيه انواع متعددة للتباين دي الحقيقة حاجة برضو تعتبر من الحاجات المختلفة في تصوير الرانيين المناطسي عن باقي انواع التصوير الطبي يعني بمعنى ان احنا بنقدر ان احنا من نفس المكان في الصورة بنقدر نصور الانسجة بتباين مختلفة بمعنى ايه بمعنى ان احنا دلوقتي لو احنا خدنا شريحة معينة داخل المخ ممكن نشوفها بشكل يعني بشكل احنا شايفينه هنا كده او ممكن تتعرض برضو بشكل زي كده يعني نحصل على صورة تانية شكلها كده او نحصل على صورة تانية شكلها كده دي الحقيقة بتعرضينا انسجة المختلفة بانواع تباين مختلفة معتمدة على خصائص للانسجة زي كثافة البروتون البروتون طبعا هو عبارة عن نواة الهايدروجين وده طبعا الناس بتتستسل انها تقول كثافة البروتون بدلا ما تقول كثافة نواة الهايدروجين او في خاصيتين اسمهم تي 1 و تي 2 موجودين لكل نوع من انواع الانسجة والحقيقة كل ان انا اقدر ان انا اشوف الانسجة المختلفة بتباين مختلف ده ممكن يساعدني في بعض الاحيان ان انا اقدر اشوف بعض الاورام او بعض الاجزاء الغير طبيعية داخل الجسم بشكل ممكن يبقى يعني اوضح وممكن ان هو يعني يسهل علي ان انا اتعرف عليه الحقيقة نتحكم في نوع التباين اللي احنا بنحصل عليه من خلال بعض الازمنة في الاستقبال والارسال بتاع الموجات الراديو وده الحقيقة يعني متمد على حاجتين اساسيتين جدا زمن تكرار الارسال بتاع النبضات الموجات الراديو وزمن استقبال موجات الراديو بعد ما اعملت ارسال لنبضة الراديو فمعنى كده انا دلوقتي ممكن مثلا ان انا ابعت انادي مثلا عن ذرات الهايدروجين مثلا مئة مرة في الثانية مثلا وممكن ان اناديها مثلا عشر مرات في الثانية الفارق بين الاثنين هو عبارة عن زمن تكرار الارسال بيساوي كامل بالنسبة لاستقبال هو معناه ان انا دلوقتي بعد ما اناديت هستنى قدقيه عشان اسمع الرد ممكن حسب الوقت اللي انا بسمع فيه الرد ممكن ان انا احصل على تباين مختلف من صور الرديو معنا عشان ناخد مثال محدد جدا على ميزة استعمال انواع تباين مختلفة لو احنا خدنا صورتين للمخ بالشكل ده كده صورة متاخدة بتباين تي وان مبني على تي وان وصورة مبني على تباين تي تو نفس الصورة نفس المريض بالزبط هنلاقي ان هنا فيه جزء كده شكل السطوع بتاعه او شكل اللون بتاعه درجة اللون بتاعته نقدر نوعى ان هي يعني قليلة شوية بس مش باينة الحقيقة في ضمن الحاجات التانية المختلفة الموجودة داخل المخ لما باخد التباين بتاعي مبني على تي تو خاصية تي تو هلاقي ان الشكل ده ببقى شكل مختلف تماما والشكل المختلف تماما ده الحقيقة ممكن ان هو يديني على طول معنى مهم جدا للحاجة اللي موجودة الحاجة الغريبة اللي موجودة عندي هنا واقدر اوصلها لتشخيص سريع باستعمال التصوير بتباين تي تو لو انا كنت خدت الصورة بتاع تي وان لوحديها وخلاص كان ممكن يبقى فيه صعوبة ان انا اتعرف ان فيه حاجة هنا شكلها غير طبيعي وده طبعا فيه ميزة كبيرة الحقيقة ان يبقى فيها عندي كذا نوع من انواع التباين ومنهم اقدر اطلع التشخيص السليم بطريقة بسيطة التصوير الراني المغناطيسي برضو ممكن يستعمل فيه تصوير الاوايا الدموية في الحقيقة فيه ميزة برضو مهمة جدا في التصوير الراني المغناطيسي ان حركة البروتونات نفسها يمكن استغلالها كعامل تباين داخلي يعني مش محتاج ان انا احقن عامل تباين خارجي زي ما بحتاج مثلا زي ما هنشوف في الاشعاء السينية وفي الاشعاء المقطعية لازم نحقن في الانواع دي عامل تباين خارجي نما هنا انا ممكن الحركة نفسها تعتبر عامل تباين والميزة فيها الحقيقة انها بتظهر ساطعة في صور تباين تي وان لو انا خدت صور تي وان يعني مبنية على خاصية تي وان هلاقي ان انا عندي الاجزاء اللي فيها اوايا دموية هلاقي اللي لونها ابيض يعني كل النقط اللي لونها ابيض دي دي عبارة عن يعني بروتونات موجودة في داخل اوايا دموية وبتتحرك فالحركة بتاعتها بتدي لها التباين اللي هو يعني في درجة لون اعلى شوية من درجة لون الانسجة المحيطة لو انا اخدت بقى الجزء دوت اخدت كل الصور بتاعت المخ مثلا وبتديت بعد كده رسمتها او ارطاها بشكل من اشكال ان انا باخد الحجم كله على بعضه وبقدر ان انا بص فيها على كل الاوايا الدموية يعني فيه نوع من انواع الاسقاط بنسميه يعني اسقاط اعلى سطوع يعني بقدر ان انا امشي على كل النقط اللي موجودة عندي في الصورة واشوف فيها الاجزاء اللي فيها اوايا دموية فبحصل على حاجة بالشكل اللي احنا شايفينه هنا كده عبارة عن شبكة الاوايا الدموية اللي موجودة داخل المخ بمنطقة البساطة وممكن ما يكونش فيه اي نوع من انواع العوامل التباين الخارجية مستعملة ممكن الحقيقة برضو نستعمل عامل تباين خارجي مبني على الجادولينيوم الجادولينيوم ده واحد العناصر اللي موجودة عندنا في الجادول الدوري والحقيقة ممكن احنا نشوف الفرق بين التصوير باستعمال الجادولينيوم اللي هو اللي تحت ومن غير جادرية ملوعة اللي فوق هنلاقي ان فيه بعض التفاصيل هنا ممكن تبقى باين احسن في الجزء اللي تحت دوت وممكن نلاقي برضو ان الصورة هنا انقى شوية ممكن نلاقي الصورة بتاعتنا هنا نسبة الشوشرة فيها وليلة بالنسبة لنسبة الشوشرة الموجودة فوق ففي بعض الاحيان في الحاجات الخاصة شوية ممكن احنا نستعمل عامل تباين خارجي ولكن عامل التباين خارجي ده ممكن الحقيقة نصور من غيره يعني مش لازم في كل مرة نستعمل عامل تباين خارجي في تصوير الاوايا الدموية باستعمال الرنين مع ناطيس طبعا ممكن برضو لو احنا عندنا بنستعمل جادرينيان بقى ممكن احنا نحقنه في مكان وانتبعه في الجسم كله ونتابع حركته في الجسم كله وده من سميه تصوير الديناميكي الحقيقة وده واحد من الحاجات اللي هي بتبين لنا برضو اذا كان فيه مشكلة في الاوايا الدموية او في انتشار الدم في بعض الاجزاء في الجسم فدي برضو واحدة من الحاجات اللي ممكن نحصل به على صورة او عبارة عن موفي بالشكل اللي احنا شايفينه هنا دوت بيظهر لنا الشبكة بتاعة الاوايا الدموية اللي موجودة في الرأس وفي الرقبة زي ما احنا شايفين طبعا ده واحد العوامل اللي علشانها بنستعمل عامل تباين خارجي لان احنا ما يدرش نعمل الكلام ده في العامل التباين الداخلي لان العامل التباين الداخلي دوت مشترك بين كل الاماكن وما يدرش نقول انه هيبقى فيه موجود في المكان وبعد تاعة انتشر لمكان تاني فيعني لازم نستعمل عامل تباين خارجي عشان يبقى مركز في المكان هنا زي ما احنا شايفين ويبتدي ينتشر منه فنقدر نتابعه ولقدر نشوف حركته داخل الاوايا الدموية ونقدر منه نتعرف على سرايان الدم ماشي ازاي واذا كان فيه اي مكان فيه قصور فيه دورة دموية او فيه اي مكان فيه مشكلة نقدر نتعرف عليه من خلال التصوير الديناميكي دوت ممكن برده نستعمل الرانين الماناطيسي فيه نحن نصور التركيب الكيميائي الفكرة الاساسية بتاع تصوير التركيب الكيميائي هي ان عندما تقترب انوية الهايدورجين من بعضها في الجزائيات الكبيرة مثل بروتينات يحدث تغير طفيف في تردد الرانين الخاص بها طبعا احنا الزرارات اللي حما نصورها داخل جسم الانسان هي عبرها عن جزائيات حيوية كبيرة والجزائيات الحيوية الكبيرة دي فيه عدد كبير جدا من ذرارات الهايدورجين والاكسوجين والكربون والذرارات دي بتبقى فيه بعض بينها وبين بعضيها بيختلف من مكون لمكون تاني مثلا جزائي بروتينات معين لجزائي بروتينات تاني لنوعية نسيج مختلفة مثلا زي العضلات كل واحدة فيه مختلفة عن الجزائيات التانية فاحنا نديرها هي قدرة على ان احنا نحلل اشارات موجات الراديو المستقبلة من الذرار بتاعت الهايدورجين ونقدر نستنبت التغيرات في الرنين اللي خاص بالذرارات دي وبالتالي نقدر ان احنا نتيجة لان كل مركب كيميائي تغير مختلف بمعلومية التغير دا او باستنباط التغير دا نقدر نعرف منه المركب اللي موجود هو عبر عن ايه فنقدر نرسم خريطة كده زي ما احنا شايفين كده للمركبات الموجودة وكل واحدة الترادل بتاعها بيساوي كامل فممكن ناخد مثلا حاجة بنسميها النقطة الوحدة او يعني ناخد حاجة زي حجم صغير كده عبارة عن حجم عينة ونقدر من حجم العينة دا بنحدده في الصورة وبعد كده بنقدر نحلله بالشكل دا كده ونعرف انواع مختلفة من المواد المهمة في جسم الانسان بتركيزاتها عاملة ازاي فدي طبعا حقيقة نقدر نستعملها في ان احنا نعمل عينة افتراضية ومش بس كده ممكن نعمل كمان خريطة لتوزيع بعض المركبات الكيميائية اللي موجودة عينة دي زي الكولين او الاني اي اي او الكيريتين الحاجات دي كلها ممكن نعمل لها خرائط لو بالالوان بشكل دا كده نعرف تركيزاتها عاملة ازاي ومش بس كده ممكن في الحقيقة ناخد كل يعني نقسم الموقع دا مجموعة اماكن ونرسم الخريطة او الرسم البياني دا لكل واحدة منها بحيث نعرف تركيزات المواد المختلفة عاملة ازاي فيها فالحقيقة دي مهمة جدا عشان نقدر بها الحقيقة نتعرف على نوية المواد الكيميائية الموجودة داخل الجسم ونقدر نتعرف بها على يعني تشخيصات بعض الاماكن اللي بتمثل تغيرات مرضية داخل الجسم ممكن بردو نستعمل رانيين مغناطيسي في التصوير الوظيفي طبعا نحن كنا دينا مثالين في المقدمة عن تصوير وظيفي بتاع المخ والتصوير وظيفي بتاع القلب فهنتكلم دلوقتي بشكل مفصل اكتر على تصوير الوظيفي بتاع المخ ففي الحقيقة الفكرة اساسية بتاع تصوير الوظيفي باستعمال رانيين مغناطيسي هو ان احنا عندما ينشط مركز معين من مراكز المخ يدبع ذلك زيادة في تدفق الدم للمنطقة المحيطة به ليغذي هذا النشاط يعني لو انا عندي مكان معين مثلا في المخ مثلا مكان ده حصل فيه ان هو يعني بيعمل فيه مهمة عقلية او مهمة فيها يعني جزء من التفكير او فيها استعمال المخ يعني وبنلاقي ان الجزء الحوالي بتدي يحصل فيه زيادة لتدفق الدم وزيادة تدفق الدم دي بيانشأ عنها يعني زيادة في نسبة الهيموغلوبين المؤكسج عن الهيموغلوبين غير المؤكسج حوالين المركز دوت وبالتالي الاشارة بتاعة الموجات الراديو حوالين الهيموغلوبين المؤكسج وجدوها انها بتكون قوية عادة اقوى من الاشارة بتاعة النوع التاني اللي هو ليس بيه اكسوجين فبالتالي نقدر نقيس النقط المختلفة اللي موجودة داخل المخ ونعرف النقط اللي حصل فيها زيادة في اثناء ان هي بتؤدي مهمة معينة احنا بنطلب من المريض مثلا ان هو يعمل مهمة معينة في وقت معين وفي وقت تاني بيبقى ما بيعملش فيه حاجة فلو لقينا فيه بعض الاجزاء في المخ بيبقى فيها الاشارة بتاعتها بتزيد وتخل بالشكل ده كده يبقى بنعرف ان الجزء دوت فيه يعني بيحصل في الزيادة دي بتحصل نتيجة لان المكان ده بيكون مشارك في النشاط اللي المريض ده بيقوم به فبنقدر بعد كده نرسم خريطة للاماكن المختلفة داخل المخ وكل جزء كان بيشارك في النشاط بنعمله لون مختلف ودرجات الوان مختلفة بحيث نعرف درجة تشتراكه في النشاط بيبقى عاملة ازاي فبالتالي نقدر ان احنا نتعرف على الاجزاء المختلفة في المخ بتشتغل امتى ونقدر في الحقيقة نفهم عمل المخ بشكل مختلف تماما عن اللي كان قبل وجود الرهين مع نطيسي نتيجة ان احنا نقدر نخلي البني ادم او الانسان اللي هو بيعمل التجربة دي يكون على قيد الحياة ويقدر يتفاعل مع مهمات معينة بتعطى لي علشان ينفذها فبالتالي نقدر نتعرف على كيفية عمل المخ في المهمات المعقدة اللي بتعطى للانسان وده طبعا حاجة تعتبر طفرة كبيرة الحقيقة في دراسة المخ بالنسبة للتصوير الرهين مع نطيسي احد استعمالات المهمة جدا للتصوير الرهين مع نطيسي هي تصوير الانتشار الحقيقة فكرة تصوير الانتشار هي جاية من اختلاف خصائص موجات الراديو المستقبلة باختلاف حرية حركة انوية الهايدروجين حرية الحركة دي معناها ايه؟ معناها احنا طبعا عارفين كل الانوية اللي موجودة في اي مادة بتتحرك حركة عشوائية اللي بنسميها حركة حركة براون والحركة بتاعة براون دي معناها ان هي بتتحرك بحركة عشوائية داخل المكان اللي هي موجودة فيه لو بصينا على الخليل العصبية على سبيل المثال هنلاقي ان جسم الخليل العصبية شكله تقريبا زي الكورة كده وفي بعد كده خارج منها ألياف عصبية يعني الياف العصبية تبقى محدودة جدا وشكلها عاملة زي الاستوانة الرفياء قوي فبنلاقي ان احنا هنا لو النواة بتاع الهايدورجين موجودة هنا داخل الخلية بيبقى عندها حرية حركة في جميع الاتجاهات ما عندهاش اي افضلية لتجاه عن التاني انما لو هي داخل الليفة العصبية دي هنلاقي ان لها حرية حركة في اتجاه الليفة العصبية نفسها انما في الاتجاه اللي هو عكس كده الاتجاه اللي هو المقطع بتاعها دوت هنلاقي انها محدودة جدا دي برضو الشكل الحقيقي بتاعها هنلاقي شكل الخلية برعا انها كورة كده وشكل الالياف العصبية اللي خارجة منها بتبقى رفايعة بالشكل ده كده فهنلاقي ان احنا عندنا الاختلاف الخصائص ده بين وجودها في وسط مفتوح زي جزم الخلية او الحيز اللي بين الخلية وبعض اللي هو زي ما احنا شافينه الحاجة اللي هي المفتوحة دي يسمح بالتحرك في كل الاتجاهات بنفس الحرية لو هو مفتوح في اتجاه واحد ومحدود في باقي الاتجاهات زي الاعصاب اللي هو الجزء اللي هو بتاع اللي هو العصبية اللي هي شكلها عامل كده في اتجاه اللي هو العصبية نفسها بيبقى الحرية موجودة إنما في الاتجاه المضاد الاتجاه اللي هو ناحية مقطع خلية نتيجة لوجود الجدار بتاع الليفة العصابية نفسها بيبقى فيه صعوبة إنه هو يتحرك فيه وبالتالي إحنا ممكن نستغل الاختلاف ده واختلاف الإشارة اللي موجود في الاتنين علشان نقدر نصور حرية الحركة دي ونعرضها ونقدر حين نطبق الكلام ده في بعض حالات التشخيص زي تشخيص جلطة المخ يعني مثلا إحنا لو جينا على سبيل المثال فيه شخص عنده جلطة وصورنا الجلطة دي بعديها بأربع ساعات بالمراي عادي خالص بأي نوع من الأنوال الامراي العادية اللي هي سواء مبني على تركيز دوات الهيدورجين أو تي وان أو تي تو الحاجات دي كلها ولو صورناها بناء على الانتشار على خصائص الانتشار هللاق إن إحنا عندنا الجزء اللي هو فيه الجلطة اللي هو الموجود هنا واضح قوي لونه أبيض هنا كده لونه أبيض مش طبيعي هنا كده ده هنا مش موجود خالص مش ظاهر خالص لو استنينا سبع أيام بعد الجلطة بعد جلطة المخ هنلاقى ابتدى تبقى موجودة هنا في صورة الامراي العادية وهي هنا موجودة برضو بشكل برضو زي ما هو موجود هنا فنقدر باستعمال تصوير الانتشار حياني نتعرف على وجود جلطات بشكل أسرع بكتير جدا من إن إحنا نبص عليها بالتصوير برانين مع نطيسة العادي وطبعا الفكرة فيه طبعا إحنا الجلطة اللي بتحصل دي بيحصل فيها نزيف داخل المخ وبالتالي الأنوية بتاعة درات الهيدروجين اللي كانت موجودة في الدم النزف داخل المخ نفسه بيبقى طبعا لها حرية حركة أكتر بكتير من اللي كانت موجودة داخل الأعصاب فبالتالي بيبقى وجودها في داخل المنطقة اللي فيها الأعصاب بيبقى مميز عن المنطقة اللي حواليها ممكن بردو نستغل نقطة تمييز لأعصاب دي إن إحنا نقدر بقى نرسم خرائط للأعصاب داخل المخ فنقدر نرسم خرائط الارتباط العضوي اللي كنا تكلمنا عليه في الجزء بتاع المقدمة ونقدر نرسم حاجة بالشكل ده كده عبارة عن ألياف عصبية بتوصل لنا بين الأجزاء المختلفة في المخ وبعضيها فنقدر بيها الحقيقة نستنتج إن في أجزاء معاينة في المخ بينها وبين بعضيها ارتباط عضوي ونقدر نستنتج إن في أجزاء أخرى ليس بينها وبين بعضيها ايه ارتباط عضوي فدي طبعا واحدة من التطبيقات المهمة واللي تعتبر خاصة بالرانيم معاناتيسي ما يدارش نستعملها أو ما يدارش إن احنا نطبقها في أنواع تصوير الطب الأخرى بنقدر برضو نستعمل الرانيم معاناتيسي في التصوير المساعد للجراحة في الحالات دي الحقيقة بيقالوه قيمة عالية جدا في التداخلات الجراحية لدرجة إن هم عملوا أجهزة خاصة للعمليات الجراحية ممكن الجراح يبقى موجود وبيعمل عملية جراحية وداخل جهاز الرانيم معاناتيسي نفسه ففي جهاز ده مخصص في الحقيقة للتداخلات الجراحية ما بيستعملش في أي تطبيقات تانية غير التداخلات الجراحية الحقيقة استعمال الرانيم معاناتيسي في الجراحة يستلزم أجهزة تصوير خاصة ويستلزم أدوات خاصة للجراحة ويستلزم استراضات أمن غير اعتيادية في عنبر العمليات يعني كل الأجهزة اللي موجودة حوالين جهاز الرانيم المؤاناتيسي الحقيقة لازم يجبع لها مواصفات خاصة ما ينفعش ان ينشغل باي اجهزة وفي الحقيقة برضو حتى لو احنا بناخد مسلا عينة من مكان معين العينة دي الحقيقة لازم يبقى لها مواصفات خاصة لان لو ما لهاش المواصفات الخاصة دي هنلاقي لو احنا بنصور هنلاقي ان في حواليها جزء كده ما بيبقاش فيه اي اشارة وما بيبقاش فيه اي قدرة على التصوير خالص بعكس الادوات اللي تبقى يعني معدة خصيصة لتصوير بالرغانية المغناطيسة فيعني الكلام ده بيقول لنا ان احنا لو احنا بنعمل تجهيز لعنبر عمليات هيستعمل فيه الرانين المغناطيسي لازم اتأكد ان كل الاثاث وكل الادوات الجراحية وكل حاجة يعني تمت بالصلة للعملية لازم تكون متوافقة مع الرانين المغناطيسي بحيث ما يحصلش اي مشكلة في التصوير او زي ما هنشوف في المحاضرات اللي بعد كده في الجزء بتاع الامان للمريض وللدكتور اشكركم على حسن المتابعة ونلتقي في الجزء الثالث ان شاء الله